السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في خناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب بالنسبة للأول مرة ما ينساش اللايك واشترك في الخناة وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم إنه كل جديد كل ما يخص الإلكترونيات من شرحات وأعطال وكل ما يخص الترددات الفضائية على جماعة الأخمار وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقناوات المعقلة له بإذن الله يتبعني يستفيد من الحلقات اللي أنا بقدمه لكم أول بأول تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عنها ترد الجديد وحاصر ظهر على النيلسات لقناة حديث البلد واحدة من أجمل وأروع القناوات الخليجية اللي بتقدم فن ودراما حصرية هو قناة متناوعة وروعة جداً وإضافة جميلة مميزة جداً لقناوات النيلسات لو القيمة اللي عندي خلاف اللي أنا بشرح حلقة بسهولة جداً هتدخل على الشرحات الموجودة داخل قناتي وهتلاقي فيها طرية إضافة القناوات أو الترددات على جميع الأجهزة وجميع الراسفرات وجميع شاشات العرض اللي بتحتاج على رسفر داخلي أما بالنسبة لأكتر من 20% من الأجهزة الموجودة هنضغط من الرماط على الزرار الميني ونقف على قيمة وفاقة كلمة تركيب بقف على قيمة التركيب بضغط على بزرار أوكي هزال لقيمة تانية وفاقة قيمة الترددات بنزل على وضغط أوكي وبالنسبة للقيمة الإنجليش هضغط من الرموت على زرار الماني وقف على كلمة Insulation وهضغط OK هيظهر مع synchronous وفقية كلمة Translier وهم جرد ما بضغط على خائمة الترددات بزرار OK هلاحظ انه ظهر معاي خائمة الترددات اللي قدام حضرتك كل اللي هعامله هضغط من الرموت على الزرار الاحمر وكتب التردد بتاعي وبعدين هضغط OK وتأكد ان الاشراء موجودة على التردد وكل اللي هعمله بعد كده هضغط من الرموت على الزرار الازرأ وضغط اوكي عشان يظهر لي قيمة جميلة مكتوفة كلمة اسكان او البحث في اعلى القيمة ومجرد ما بضغط على القيمة دي بزرار اوكي الجهازة يبحث التردد بتاعي ويظهر لرسالة هل تريد الحفظ بتأكد ان انا وقف على كلمة اس او نعم وضغط اوكي من الرموت وبالتالي الجهازة يحفظ التردد ويظهر لي القناة الجديدة اللي انا بملها لحضراتكم في كل فيديو او في كل شرح القناة اللي معنا في حلقة ان عرض قناة روعة جدا اسمها حديث البلد زهرت على النايل سات بترخ شهر تمانية او بترخ شهر اغسطس لعام عشرين وعشرين قناة حديث البلد موجودة على تردد 1137 معدل الترميز 27500 والقود بيا في او فيرتكال او رأسي التردد شرط علي وسهل جدا استخبار بطباق تبدع من 60 او 70 سنطي ولكن بيحتاج ان يكون عند حضرتك رسيفر بيتعامل بنظام الاتش دي او شاشة عرض بتحتوى على رسيفر داخلي بيتعامل بنظام الاتش ده علشان تقدر تستقبل القناة على جهازك حديث البلد اضافة جميلة وممائزة جدا لخناة النايل سات وبنصع الكل ينزل على جهازه وبهديها لكل مشاركين وامتابعين خنات اللي بيتابعوا معي الترددات الجديدة والحصرية اول باول ولو عجبك الفيديو حابب تتابع معي كل الترددات الجديدة والحصرية اضغط لايك واشترك في الخناة واهم حاجة تفعل الجرس عشان وصل لك كل جديد بكذا حلقة النهاردة خلصت واشوفكم على خير في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة